موسيقى السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناة عالم مشاريع اذا كنت جديد معنا فلا تتردد في الاشتراك في القناة وكذلك تفعي جراز حتى يصيلك كل جديد بخصوص هذه القناة ان شاء الله قناة عالم المشاريع المربحة وكذلك اخوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في قناتنا ان شاء الله لشعارنا هو لا لاحتكار المعلومات دائما لا لاحتكار ان شاء الله اذا اخواني اخواتي كما شاهدتم في مقدمة الفيديو لمؤسفة نرى اهلا مربحة ورخيصة التمن في مناسبة الدخول المدرسي ان شاء الله وتستطيع ان تشغل بها مدى على طول السنة اذا اخواني اخواتي لا حتى نؤتل عليكم دعنا نرى الالة بالتفاصيل وكذلك اخوان الشرح مبسط لهذه الالة ان شاء الله لما لا ان شاء الله الكل يعيش الحرية المالية ان شاء الله اذا فكما تشاهدون اخواتي ثمن الالة يسوي ما بين 300 دولار و 280 دولار اي بالدرام المغربي ما بين 3000 درهم و 2800 درهم بصراحة الالة مربحة فهذه الالة يعني صغيرة الحجم وممكن ان تعمل بها فقط في المنزل وكذلك بالنسبة للرجال والنساء فالكتب منكم سوف يسأل من اين سوف احصل على هذه الالة فموقع علي اكسبرس يعني موجود بكثيرا وكذلك سوف تجدونها في بلدكم يعني ان شاء الله فحجمها صغير جدا الا ان مرضودها كبير جدا هذه الالة عصرية متطورة بصراحة مربحة جدا وتعمل فقط بالبصمات يعني هناك يعني صيغة التي تعمل بالبصمات وهناك صيغة التي تعمل يعني بالبطن اذا اخواني اخواتي كما تشاهدون حجمها صغير ويوجد فيها الكثير من الاعدادات وكثير من النماذج الموجودة يعني من فئة الهواتف ومن الشركات سواء من الايفون ومن السامسوم ومن الهواوي ومن الشيومي يعني جميع الصيغة يعني تجدونهم يعني مسجلون في الالة وكذلك ان لم تجدون فسوف تقوم بتحميلهم وهذا البلاستيك اخواني اخواتي عندما تشتري الالة اولا سوف تجد معها هذا يعني البلاستيك الوقائي الذي يلتسق على الهواتف فهذه الالة اخواني اخواتي دورها مثل الالة التقطيع الالكتروني اي المقص الالكتروني التي نقوم بتقطيع بها على الملابس يعني تستغل بنفس الصيغة بصراحة اخواني اخواتي اعجدا يمكن ان تجني لك ما بين في اليوم ما بين 30 دولار حتى 40 دولار ما بين 400 درهم الى غاية 500 درهم بالمغردية اذا اخواني اخواتي كما تشاهدون فهي تحتوي على البلاد الالكتروني تخدم يعني تشتغل عفوا بصيغة يعني الانترنت وكذلك هذه اللوازم التي تأتي مع يعني مع الالة تأتي معها راكلت كما تشاهدون ممكن ان تقوم يعني بالبحث على اي صيغة اي نموذج من فئة الهواتف وكذلك الطابليت وكذلك من صيغة الايفون بصراحة ممكن يعني تقوم بتسهيل عليك يعني جميع الامور انت فقط تختار اي نوع من الهاتف او اي نوع من الطابليت التي تقوم بالتقطيعه فهذه الالة اخواني اخواتي يشتغلون بها اقل كثيرا اصحاب الهواتف فاذا اخواني اخواتي فانت كيف سوف تشغل بهذه الالة انت تقوم بدورك انك تقوم بالتقطيع الفئات اي الهواتف يعني العصرية الاكتر مبيعة الاكتر مبيعة تقوم بالتقطيع هذا البلاستيك كما تشوفوا هذا البلاستيك يحمي الشاشة من التكسير ومن الخدوشات الى غير ذلك اخواني اخواتي فكما تشاهدون يعني ممكن ان تقوم ببيعهم بالجملة للاصحاب بيع الهواتف تقوم ببيعهم بثمع رمزي وفي نفس الوقت تكون قد جنيت منه ارباح لانك سوف تقوم او سوف تبيع هذه النماذج الوقائية للشاشة الهواتف والطابلات وكذلك الساعات وكذلك الكاميرات كما تشاهدون فالبلاستيك اخواني اخواتي التي تقوم هذه الالة بتقطيعه هذا البلاستيك يأتي على شكل قطع بحجم الاقاطر اي بحجم 30 سنتيم على 21 سنتيم كما تشاهدون اخواتي طريقة عمل الالة بسيطة جدا وكتب منكم سوف يقول لي هل سوف احتاج الى دورة تكوينية لكي اشتغل بهذه الالة بسالها سوف اقول لك لا يعني ليس بالضرورة يعني ان تحتاج لدورة تكوينية محترفة لكي تشتغل بهذه الالة هذه الالة اخواني اخواتي بسيطة جدا شكلها مثل شكل الالة التقطيع الالكتروني للملابس والفينيل اذا اخواني اخواتي كما تشاهدون وكذلك تضم يعني الوي فاي اذا كنت تريد ربطها بالانترنت وتقوم بتحميل شيئا ما من البريد الالكتروني فهذه الالة يعني سمارة الالة دكية تستطيع ان توفر لك اي شيء في وقت قصير وكذلك اخواني اخواتي شكلها مثل الاندرويد يعني تعمل تقريبا بنفس السيغة التي يعمل بها الهواتف الاندرويد بصراحة الالة بسيطة في العمل ولا تحتاج كما قلت لكم لدورة تكوينية فقط اولا سوف تجرب النماذج وفي وقت قصير سوف تفهم كل شيء هذه الالة مثل الالة كذلك الالة الكريكيت الالة تقطيع الكريكيت يعني حجمها مثل الالة تقطيع الكريكيت الذكية يعني كذلك الرائعة التي وضعت عنها فيديو سابقا ولقيت اقبالا كبيرا وكثير من الاشخاص قد اشتروا هذه الالة اذا كان لديك يعني صديق او احد من افراد العائلة يقطن خارج ارض يعني خارج المغرب او خارج الدول العربي يعني يقطن في في اوروبا فسوف يشتريها لك بثمانين يعني بسيط ولكي لا كذلك لا تدفع مصاريف الشحن لان مصاريف الشحن اصبحت الان يعني غالية جدا فالالة اذا مثلا كانت تساوي ثلاثمائة دولار اي بثلاثة الف درع مغربية فسوف تصيل حتى يعني ثمنها يتضاعف يعني تصبح ستمائة دولار لذلك اخواني اخواتي انصحكم يعني ان لا تشتروا الالة يعني مباشرة من الموقع فممكن ان يعني تقوم بارسالها الى صديق ما وعني وتطلو منه ان يشتريها لك وتدفع له المقابل يعني حينما يأتي بها لك فكما تشاهدون اخواني اخواتي بصراحة الالة رائعة وممكن ان تجني لك ارباح كثيرة وكذلك مساحتها صغيرة جدا يعني فقط حوالي خمسون سنتيمتر مربع ممكن ان تشتغلها بها هذه الالة وكذلك الالة دكية وتعمل بالضوء العادي الضوء العادي اي ضوء مئتين وعشرين اذا اخواني اخواتي وكذلك سوف تسألونني عن قطع الغيار قطع الغيار اي قطع مثلا اه اه الابر التي تقوم بتقطيع ذلك يعني ذلك البلاستيك فهي اخواني اخواتي موجودة جدا وكما تشاهدون فانت بدورك لا تقوم بتركيبها على الهواتي انت يعني انصحك ان تبيعها بالجملة يعني تأخذ فقط مثلا نسبة قليلة من الارباح لكن سوف تبيع كثيرة فهذه هي التجارة تربح قليلا وتقوم بالبيع كثيرا فهذه الطريقة اخواني اخواتي اذا كنت مثلا تريد ان تقوم بتلسيق هذه هذه البلاستيك يعني لحمية الشاشات من التكسير فتلتق بهذه الطريقة يعني لا تقوم بيعني بلساقها بالكامل بل تقوم بتلسيقها يعني بمهلا على مهل اذا اخواني اخواتي اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذا الفيديو فالحمد لله دائما نحاول ان نشارك معكم يعني مشاريع مربحة حتى تعود عليكم بالنفس وكذلك اخواني اخواتي ان شاء الله وكذلك اخواني اخواتي لكي لا تقوموا بالاشتغال مع الشركات فالحمد لله دائما نحاول ان نبحث لكم عن الجديد اذا انتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو اشتركوا في القناة